أهلاً أهلاً بمتابعيني الحلوين مع فيديو جديد ومنخص أجدد وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولو أحبين نبقى صحاب ونتعرف على بعض أكتر ممكن تتابعوني على إنستجرام هتلاقوا اللايك في الديسكريبشن تحت ويالنه بيننشوف وتبدأ قصتنا مع عائشة لمسافر أمستردام وإنها ممتازل من الطيارة بتقابل فاطمة صحابتها بيعود يهزروا ويتصوروا وفجأة بتفتكر تكلم ومتها تطمنها أنها وصلت بالسلامة وبتطلب من جدتها اللي ما تعرفش أصلاً إنها مسافرة وبتقول لها إنها تستقر عند فاطمة وضبتها وين في العربية فاطمة بتشوف في إيديها دبلة فبتقول لها أنت مخطوبة ولا يفهميني بتلاقي خاليني ارتح بس من تعب السفر وهتعرفي كل حاجة بعدين وبعد ما بيخلصوا بتكون فاطمة رتبت لها كل حاجة فبتقول لها مش هتقولي بقى بيتي لي فبتقلع دبلتها وتدعالها فبتلاقي عليها اسمها واسمها هاندرك وبتاخد الموبايل وتكلمه وبتعرف إنها وصلت ساعتها بيكون بيألف موسيقى على الكتار وبتقول له إنها في بيت فاطمة وإنها بعتت لها تفاصيل تنظيم حبلة الزفاف بتاعتهم وفاطمة بتجيب الشاي وبتيكي تقعد معها وبتعرف إنها هتتجاوز قريب فبتقول لها هاندرك صح؟ قالت لها لأ اقبال أنا متأكداً أنه هو من نصيبي هو أكبر مني بكام سنة وقابلتوا تبعي البعثة في الجمع بعدها بتفتكر هيا وإقبال ساعت لما راح لمامتها وجدتها عشان يطلبها منهم وساعتها مامتها قالت إنه قرارها هيا بس جدتها ما كانتش مفقه خالص بطبق قلت لها أمون من هاندرك ده هيت لها والدي إنتي عارفة إني ما شفتوش وبتفتكر لما مامتها سألتها إقبال عارف حاجة عن والدك إنتي هتحتاجي يوصي والجواز صعب فلازم تكوني رتبة نفسك هتعمل إيه فلازم يكون عارف كل حاجة عن وضعك وعن مضح أبوك حقشة بتقول لها أنا ممكن ألاقي إنتي قلتي لي أنه فلندا وما حدش نقال خبر وفاته قالت لها الموضوع مش زي ما انت فكرة إحنا مروحناش لناك قبل كده وما نعرفش حد هناك هتلاقيه زي بس في النعاية مامتها وفقت إنها تروح تدور على أبوها ففاطمة قلت لها طب إنتي عارفش عهوه فين قلت لها لا أنا ما عارفش هو عايش فين ولا في أي ولاية ولا لقياعنا موقع للتواصل الاجتماعي قولي لها منكم منه هو الخاتم أمي والصورة والجواب والتسجيل الفرقة الوسيقية بتاعته بس فاطمة نتلاع خلاص نجتاح النعاردة ونبدأ ندور عليه بكرة أنا متأكدة أننا هنلاقيه وبدأوا ثاني يوم يوروا صورته للناس وبالليل وقت النوم بتفضل قاعدة على السرير تفتكر ممتها غياب تدلع الخاتم وبتسألها أنت لسه مهتمة بي نتلاع أكتر من الأول بالرغم من أني ما جاليش فرصة أقوله أني حامل فيك ولا يعرف حاجة عن اللي حصل لي من 23 سنة المهم دلوقتي نرتب كل حاجة عشان طراحك أنت بتمنى أن يفتكن الخاتم ده ودي الصورة الوحيدة اللي بيأتمنه وشريدي الكاسد ده ودي الفرقة بتاعته تاني يوم هي وفاطمة بيدوروا ماشيين في الشارع بتقول لها إحنا مش عارفين نبدأ ندور منين بالزبط فإلا أكيد في وثيقة لدخول البلد وفاطمة قلت لها الموضوع ده جعل بالي فعلا بصي إيه رأيك نتكلم صحبتي في السفارة عشان تحاول تساعدنا وبعد ما راجعه وصل لفاطمة خبر أن الراجل اللي عايساعدهم موجود معاهم في نفس المدينة يعني مش هيدطروا يروحوا للسفارة وقبلوا الراجل وقال لهم أنه هيبعت لهم كل الوثائق على الإيميل ده وخلصوا وطلوا على المسجد يصلوا وقعدت تدعي ربنا ما تلاقي أبوها بمرا واحد كلمت إقبال وقالت له أنها متغطرة جدا من فكرة أنه ما يبقاش موجود وخيرا ما تلاقيوش قالها مدام بتدعي ربنا أكيد هايستاكيب بعد ما طلعت فاطمة قالت لها أنهم لقوه ورحلوا من 8 سنين حشان يقدمها لطلب عمل وبقى معاهم عنوان ورقم تليفون لكن رقم التليفون طلع غير موجود بالخدمة فاستقروا على أنهم يروحوا العنوان وأول ما روحوا رضع عليهم حد قال لهم إنه ما بقاش عايش هنا ومحدش يرفضا كانوا فين بعدها رحوا كافية عشان يرتاحوا وفاطمة قالت لها أنت معاكي شريط الكاسد بتاعه صح قالت لها أه بس شريط الكاسد ده هنشغلوا فين بدأت فقر وبصت حواليها في المكان لقيت واحد بيعزك على آلة موسيقية في الشارع ورحت علشان تديلوا فلوس وتسألوا إذا كان يعرف حد من أعضاء الفرقة دي ولا نا والحسن الحظ إنه يعرف حد مقرب منه يعرف أعضاء الفرقة وقال لها هواديكي على عنوانه وفاطمة تسألها وبتقول لها رسالة باباكي حزينة هو قال لي حصل ساعتها قالت لعي يا ستي جديتي كانت رفضة الجوازة بسبب إنه موسيقي ودخله مش سابت بس هو حاول وجاهنا عشان يوفر لها حياة أفضل وأنا متأكدة إنه حاب أمي فعلا أول ما وصلوا بقي واحد سألوا اللهم الفرقة دي كانت بتغني هنا فعلا لكن ما نشروش أي شريط تاني بعد ده واحد فيهم مات واحد فيهم شغال سواق في بلجيكا قالت له طب أبويا فقال لها ده المطرب اللي كان فيهم وكان منعزل جدا لكن فيهم واحد شغال في محل طبول قريب من هنا وشغال حامل نظافة فشاكروا الرجل جدا وروحوا على العنوان على طول بس الرجل زعق فيهم من أبني حتى ما يسمعهم عايزين إيه لكن فاطمة طلعت زكية ونادهيته باسمه فبدأ يتكلم معها وقالت له إن هي بنت هاندريك فكتب لها العنوان على طول والعنوان ده هاي طلع بار فقالت لها طبعا انت مش هتعرف تدخلي بالحكية فقالت لها مش بهم هتصرف بعد كده إقبال بيروحناها ويسألها عن بابوها قالت له إنها نقيت العنوان والمفروض إنهم هيروحوا النهاردة وهرد عليها يساعدهم وعم داخلين كان بيحاول يباد عنهم الشباب بأي شكل وأول مواصلوا فاطمة لفت انتباهها حد واقف كان بيبيه حاجة بس هي مركزتش قوي وإقبال بيقولهم ركزوا ودوروا عليه وانا أحاول أحميكم بس مواصلوش لحاجة واتفقوا يروحوا ويرجعوا تاني دخلوا المكان المراتي وكان شكلهم غريب جدا وإقبال كما يتخلق كذا خلقها بسببهم وواحد طلع لهم فجأة وفضل يتخلق معهم عشان سجير وهم معهمش أصلا بعد كده رحوا يشربوا حاجة وفاطمة شافت نفس الراجل تاني والمراتي هو كمان شافها والولد قال لها طبعا انتم ما بتشربوش كحول فقدرهم عصير بس الراجل دخل وراهم وفاطمة عرفت إن الراجل ده ماشي وراهم وقلتهم وطلعوا بسرعة من المكان ولما دخلوا النفق في تنتم من اللي دخلوا البور حاولوا يرخموا عليهم بس فجأة تقي الراجل اللي كان ماشي وراهم وصل عندهم وبدأ يتخنق مع الولاد اللي بيديقوهم وخافوا منه ومشيوا وقال لهم لازم تمشوا من هنا فورا وأخذهم رحوا المحل تاني عائشة سألت الولد إذا كان يعرف الفرقة دي ولا لأ ولو يعرف بابوها بس ما عارجش يفدها بأي حاجة بعد ما روحوا اقبل أن لها ما ينفعش نروح المكان ده تاني قالت له أن حاول مرة تانية بس عشو الخطر لا هي مرة واحدة بس وعلى فكرة أنا مش زهلان منك أنا فخور جدا لانت يعطي بقى مراتي بس خايف عليك من الخطر قالت له نفسي أشوفه عد عليها 23 سنة وانا ما شفتوش نفسي يحضر فرحي لا متخفيش هنلاقي حتى لو ما لقيتوش أنا موجود لما رحوا تاني يوم اقبل قال لهم إن احنا لازم نتكلم مع الولد اللي أنقذنا بارح أكيد هيوصلنا لي وبيعرفهم بواحد فعلا كان عارف وبوها آخر مرة شايفه كان من 8 سنين وتصاب صاعتها بشوية حروق واختفى طب هو فين وعايش فين ويعرفش بس غالبا كده أنا معي رقمه أما بقى جدتها بالمستشفى بتفوق وبتسأل عن البنت والأم بتقول لها ما كلمتها هلفت إنك تعبانا وحترجع الجدة فجأتها وقالت لها أنا عارفة كل حاجة بتعملوها من ورايا وقالت لها أسفن يكتبت عليكي ورجع فلاش باك وفتقرت وهي بتقول لممتها أنت قلت له إيه قالت لها ليه هو السابق هتلاقي راجل أفضل منه لكن الجدة قالت لها أنا للمفروض أعتذر منكو أنتو الاتنين كان لازم أتهمك أكتر من كده وفهم إن انت بتحبيه وأنا اللي عايشتك لوحدك أنت وبنتك أكتر من عشرية سنة وأنا عارفة إنه روحت دلوقتي تدور على أبوها عشان يبقى واصي عليها في الفرح زرح الولد اللي يوصلهم للمكان وقعدوا يدوروا فيه وجدتها بتفضل بتدعي إنه يرجع وبتلاقي بوستر لباباها وبتقل التعاييط وتنهور وتقول لهم هو ده فعلا بيته وإقباله وفاطمة بيحاولوا يهدوها ومتها في نفس الوقت بتتصل وتفضل تعاييط وترجع على طول بتروح للمستشفى تزور جدتها الولد قابل باباها وديه الجواب بتاعه وصورته وشريت وقال له بنتك مأمناني أني أوصلت للحاجات دي ولازم تروح لها فقال له طبعا هروح لهم إزاي ولا مشوه كده من الحروق قال له دي جات من إندونيسيا مخصوص عشانك وكانت بدور عليك زي المجلونة عشان تحضر فرحة وتبقى الواصح عليها أنت لو حضرت الفرح هتحل كل المشكلة اللي حصلت طول السنين دي لازم تتحمل مسئولية إنك أبوها مش معقول تتجاوز من غيرك ويقعد يعيط ويفتكر الكلام اللي كتبه لمراته في الجواب ونوش هيقدر يتحمل غضب والدتها أكتر من كده ولو لازم يلاقي لنفسه طريق جديد ولو ماهرفش يبقى غني ويقدر يصرف عليهم هيرجع لها ومتها جدتها فبيتموت وتاني يوم بيروح يدفنوها ويفضلوا أحدينها لأبرعها بعدما الكل بيمشي لكن هندريك بيردع وبيعرف بوفتها بيروح عند المقابر بس بيقف من بعيد البنت هتشوفه وهو هيقرب لها يبدأ يتكلم معها ويطلب منها تسامحه وأخيرا بيتجمعه مع بعض يرطل قرأت له أنا سمحتك أصلا من زمان وبعد الثلاث شهور عائشة بتقول إن كل التاعه والجساح اللي هيا كفحته عشان تلاقي بابها أكيد في مزال حسنتها هيدخل الجنة وكاتبوا الكتاك بوجود بابها ولبسوا الحويتم وكانوا فرحانين بينتهي الفيلم بابا بيقول لها ممكن يكون شكل يتغير ونبحي تغيرت والسنين عادت بس حب الليكي ما تغيرش أبدا ودي كانت قصتنا النهاردة بتنسوش اللايك والسابسكرايب وتفحيل القرص وبس كده